معرض للتراث الشعبي والمنتجات المحلية تم تنظيمه في منطقتين تقرطين وتساوى في بلدية واد عتبة تحت شعار بصمة امر بعيدنا نبنيها وبأفكارنا نعليها ونساء تتحدى الصعاب نتمنى من السيد وزير العامل نتمنى من الموافقة حسب وعودة لنا انه عد يعطينا مشروعات صغرى نتمنى الاولوية لهذه البلاد وانا بإذن الله تعالح ان ناخد منهم الاجراءات كاملة ونتج بهم للسيد الوزير سيد الوزير الرجل بصراحة وعدنا وما خلفش الوعد حضر المهرجان الذي اقيم في مقر المركز الثقافي تقرطين وصالة الاحتفالات الكبرى في تساوى عميذ بلدية واد عتبة ومدير مكتب الثقافة بواد عتبة ومدير المركز الاعلامي وعدد من مسؤولين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان بالاضافة الى جمع كبير من الامهات واهالي بلدية واد عتبة صراحة كان بزار مميز ارتباط اهالي المنطقة مع بعضهم في هذا البزار كذلك وقوف المرأة لاظهار نشاطها وكان البزار متنوع من ناحية الموروط الثقافي موروط الاجتماعي التقليدي كذلك ابراز نشاطها في الصناعات الغذائية رغم الامكانيات الضعيفة والمتواضعة جدا جدا لكن التحقنا بالركب وقدمنا بزار بصمة الامل في منطقة تقرطين طبعا البزار فيها اقسام قسم هذا بقسم المنتجات والمبيعات والاشغال اليدوية تخلل المهرجان العديد من الكلمات والعروض الثقافية واللوحات الفنية والاشعار التراثية ومعرضا للمأكلات الشعبية والمغتنيات والمشغولات اليدوية وايضا المرطبات والحلويات ترجمة نانسي قنقر